بيت العنكبوت استعارة عنونت بها منظمة سامل الحقوق والحريات أحدث تقاريرها بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية خلال هذه الفترة شهدت عدن والمحافظات المجاورة لها موجة عسكرية واسعة انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على العاصمة عدن ومحافظتي لحج والظالع ومعظم محافظة أبيان التقارير رصد تعرض تسعة أشخاص للإعدام من بينهم سبعة يتهم المجلس الانتقالي بتصفيتهم كما وثقت تقرير ثمان عشرة حالة قتل لمدنيين بالأسلحة الخفيفة وأحد عشر مدنياً آخر بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية خلال المواجهات نهاية شهر أغسطس الماضي كما أفاد تقرير سام أيضاً بمقتل وإصابة ثلاثمائة جندي بقصف طيران دولة الإمارات بحسب تصريح وزارة الدفاع في الحادثة الشهيرة بحادثة العلم على تخوم عدن التقرير رصد أيضاً تعرض ثمانية وخمسين مدنياً للاعتقال بينهم خمسة وخمسون شخصاً أعتقلهم المجلس الانتقالي بعد سيطرة الانتقالي على عدن أنتشرت أعمال النهب والبسط حيث رصد التقرير نهب أربعة عشر مؤسسة عامة ومئة وإحدى وثلاثين حالة لممتلكات خاصة بالمواطنين كما تم ترحيل أكثر من ألفي مدني بصورة قسرية بينهم نساء وأطفال وإغلاق أكثر من مئة محل ومطعم للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وإحراق أكثر من سبعين بسطة لباعة متجولين ذهب الجميع إلى الرياض للاتفاق على تقاسم مناصب السلطة فيما بينهم فيما بقيت هذه الانتهاكات التي خطها المتحاربون على أجساد المدنيين دون عقاب ولا تعويض ليضاف هؤلاء الضحايا إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين أنتجهم زمن الميليشيا الجاثم على صدر البلد منذ سنوات عودة رئيس الحكومة إلى عدن لم تغير من المشهد العسكري والأمني في تلك المحافظات شيئاً في الوقت الذي استمرت فيه الانتهاكات التي تطال مؤسسات الدولة والمدنيين على حد سواء لتتصاعد حالة الفوضى والمنشنة